الرحمن علم القرآن ولقى الإنسان علمه البيان الشمس والقبر لحسبانه وأنه واشهده يستداد واستماء ربعها ورضع الميزان ألا تضرر بالميزان وأقيم المزهر الخزق ولا تفسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فائدة هو الأقل ذات الهتمام والحفظ العصر والريحام فبليها لربكما تكثبا خلق الإنسان من سلصال كالحفا وخلق الجاهن من مارد من النام فبليها لربكما تكثبا رب المشرقين ورب المغربين فبليها لربكما تكثبا مرد البحرين ينبطيان بينهما مرزق لا يقضيان فبليها لربكما تكثبا يخرج منهما اللطلق والبردان فبأي آلاء ربكما تكثبا ولو الجوال المشرقين في البحر كالأعلى فبأي آلاء ربكما تكثبا كل من عليها فأمن ويضع وجه ربكة الجلال والحفر فبأي آلاء ربكما تكثبا يستنو من في السماوات والأرض كل لوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكثبا ستطرق لكم أي من لقلال فبأي آلاء ربكما تكثبا يا معشر ابن والنس إن استطعتم ألا تنخذوا من أطفال السماوات والأرض فتنخذوا لا تنخذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكثبا يرسل عليكما شواب من النار والحاسب فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكثبا فإذا انشفوا بالسماوات فكانت ورقة مكثبا فبأي آلاء ربكما تكثبا فيومئذ الله يسأل عن تهمي إنسوا ولا جان فبأي آلاء ربكما تكثبا نعرف المجرمون بسيناهم فيرفض بالنواسي والفقدان فبأي آلاء ربكما تكثبا هذه جهنم التي يكثب بها المجرمون يطلقون بينها وبين حبيب آل فبأي آلاء ربكما تكثبا ولمن قاب مقاب ربه جندا فبأي آلاء ربكما تكثبا فبأي آلاء ربكما تكثبا فبأي آلاء ربكما تكثبا مرتكين على فرش بطار ما من جس بطار ودمن جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكثبا فيهن خاصرات الطرف لم يطبقون إنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكثبا فبأي آلاء ربكما تكثبا فالجساء الرحسان إلا الرحسان فبأي آلاء ربكما تكثبا ومن قرونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكثبا مدهار متان فبأي آلاء ربكما تكثبا فيهن آلاء ربكما تكثبا فيهن خاصرات الطرف لم يطبقون إنسوا قبلهم فبأي آلاء ربكما تكثبا فبأي آلاء ربكما تكثبا فيهن خاصرات حسان فبأي آلاء ربكما تكثبا فبأي آلاء ربكما تكثبا لم يطبقون إنسوا قبلهم ملاجان فبأي آلاء ربكما تكثبا فيهن خاصرات حسان فبأي آلاء ربكما تكثبا فبأي آلاء ربكما تكثبا الحقبة شكرا شكرا